على مضت تقبل الحكومة في العراق سريان العقوبات الأمريكية على إيران ففي الوقت الذي خرج المحيط العربي وأكثر من عشرين دولة حول العالم تعلن تأييدها لتلك العقوبات يخرج العباد قائلا إن حكومته لن تتفاعل معها ويذهب لوصفها بغير العادلة نحن لا نتعاطف مع العقوبات ولا نتفاعل إياها بصراحة ولا أيضا لا تبرها صحيحة لا تبرها خطأ جواري والستراتيجي العبادي لم يكن وحيدا بهذا الرفض فرئيس الجمهورية فؤاد معصوم هو الآخر أعلن رفضه العقوبات وفي هذه الحيثية يكمن مربط القصة حول أشكالية العلاقة بين إيران والعراق التي ربطت الأخيرة بتبعية لطهران التي تحاول إخراجه من محيطه العربي حيث وصف مستشار الروحاني علي يونسي بغداد بأنها أضحت عاصمة للإمبراطورية الإيرانية وصف له ما قبله وما بعده فالعراق اليوم كما يراه الحكام الإيرانيون يعد كرئتين للاقتصاد الإيراني كما تنقل صحيفة الانديبندد البريطانية وتورد الصحيفة في تقرير لها أن الأخطبوط المالي الإيراني بالعراق هو الذي يتحكم بحياة العراقيين فبكبسة زر أوقفت طهران مؤخرا تزويد العراق بالكهرباء في اختبار للمدى الذي ستصل إليه الحكومة في بغداد حيال الصراع الإيراني مع واشنطن ولإيران أيضا أذرعها بحسب الصحيفة البريطانية التي لا تمتد إلى العديد من المصارف الخاصة العراقية الإسم إيرانية الإدارة والتوجهات فحسب بل إلى البنك المركزي العراقي الذي لا يزال عبر مزاد العملة الأجنبية اليومي يوفر الإيران كل ما تحتاجه من العملة الصعبة فضلا عن مخاوف خبراء اقتصاديين من تكرار السيناريو عام 2009 مع العقوبات الجديدة حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 12 مليون دولار سنويا معظمها صادرات إيرانية وهو ما يوفر لطهران ليس مهربا من العقوبات الأمريكية فحسب بل غطاء مهما لإنقاذ عملتها المتهاوية ولو على حساب العراقيين ترجمة نانسي قنقر